على فكرة بمناسبة ازدواجية المعايير الغربية يعني وهم بيتكلموا على حقوق الإنسان لما حاجة بتمسهم بيبقى الإنسان إنسان آخر تماما يعني فرنسا لأنه لأضاع ضربة الجزاء كينجس ليكوما لعب من أصول أفريقية فتعرض لتنمر إساءات وألفاظ جارحة جدا فيها الكثير من العنصرية من قبل أوروبيين الأمر اللي استدعى أنه ناديه الألماني بايرن ميونيخ يطلع بيان رسمي تضامنا وتعاطفا مع كوما ودفاعا عنه ويقول في بيانه عائلة البايرن بأكملها خلفك يا كوما لا ما كان للعنصرية في الرياضة أو في مجتمعنا ده يا جماعة ده المجتمع الغربي اللي أنا بقول لكم وهو جاي يفكرنا بحقوق الإنسان ويفكرنا بمعايير أخلاقية يرتكب أفدح منها لما الأمر يتعلق بمصلحة أفدح زمريم عايشين حالة من التناقض الثقافي المرعب أهو أنا بقولت لك قبل كده دول بتحطم دول وبتقضي على ثرواتها وبتقضي على وحدتها وتحول شعبها إلى مجموعة من اللاجئين في مطقة الشرق الأوسط هل هم هم دول اللي كل هموهوا لاعترف بزواج المسليين المسليين أولا يبقى إحنا كده ضد حقول إنسان لكن إنت الإنسان ده تضربه بالنبال وتضربه بال وتشرده في المخيمات اللاجئين لا حكك إيه دفعنا عن حقه الديمقراطي أنا أحطم العراق لأنه عنده ديكتاتور أنا عايز العراق الحر اللي حقتوله ونفس الشيء بدعوة مماثلة في سوريا وهكذا تخريب تخريب المنطقة نتمنى أن العرب يتنبهوا بقى ويعرفوا أنه لن ينقذهم من هذا العالم المتوحش اللي امتص دماغنا كلنا عشرات السنين باستعمار مباشر بغيد يستعمرنا ثقافيا دلوقتي ومن خلال منظمات صنيعة له أمم المتحدة قدت شرعانة كاذبة لتدمير العراق بدعوة سبت كذبها كل وحسب أحد كمجرم حرب في هذه الأمور لا إلعابوا غيرها لأنه خلاص بقى اللعب على المكشوف قوي اشتركوا في القناة